هذا وأقر وزير الداخلية عبدالأمير الشمري بوجود حركة غير طبيعية على الحدود بين السليمانية وإيران الشمري أكد مشاهدين أن الأجهزة الأمنية لديها هناك أنشطة لتعزيز السيطرة على حدود السليمانية وإيران وذلك من خلال بناء المنشآت وتطوير المعدات والمرافق لافتا إلى أن الحكومة أرسلت أكثر من أربعين نوعا من المعدات ومعدات المراقبة إلى اللواء الحادي والعشرين حرس الحدود لإغلاق الشريط الحدودي بين السليمانية وإيران ولفت إلى وجود فجوة في الحدود الجنوبية مع إيران وتحديدا في هورلحويزة بطول خمسين كيلومتر يحاول الجيش حلها من خلال بناء إنشاء سد وتري وأضاف أن المشكلة الكبيرة في الحدود العراقية السورية والتي تحتاج إلى جدار خرساني كبير لأن هناك العديد من الجماعات المسلحة النشطة وهذه المنطقة ليست تحت سيطرة الحكومة المركزية السورية البداية اشتركوا في القناة